انا دار يوريك انه الكيزان لا مع جيش ولا مع دعمي سريع الكيزان يظهروا خلاف ما يبطن وهذا هو النفاق في الفتنة الليلة حقتنا ما كلام قديم قال صدقا انا باحزن لأي قتل من الطرفين اسمع من الطرفين لكن ما في اختيار اخر يعني في النهاية انا باحزن اذا مات الطرف ده ولا الطرف ده الجيش ولا دعم سريع لكن ما في خيار يموتوا اللي اتنين دين ودين طيب اللي احكمنوا دي وسيغة خطيرة جدا لأي ذو اللي يعرف مكر الاخوانجي الكيزان دي بس والما سمع كلامي كله من اول ما سسمع دي بس الجماعة دي اللي همهم في جيش الكيزان يعني ولا همهم في دعم سريع ولا همهم في الشعب السوداني الغلبان المسكين المال اجلوا لقمة العيش لا 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 همهم قال ليك البصلح البلد دي لا صلاح ولا نجاح للبلد دي الا تحكم الحركة الاسلامية والمشروع الاسلامي ده كلام لأنس عمر الإخواني الخبيث الضال المضل الضلالي قالوا هس بالفتنة دي وده كان ممن يشعلون ناراز الفتنة فاطر وين وماشي شارب سحور وين وطبد عشي وين ويفتم في الناس الكلام ده سبحان الله مرق منه واتقبط فيديو صورة وصوت ده مروا كفاية هل بيسمعوا هل بيسمعوا هل بيسمعوا بيعرف انه الكيزان دي هم سبب الاي ظلمات ولا نجرح ولا تخدش هم الحركة الاسلامية لإخوانا المسلمين الكيزان اسمعوا الكلام ده كويس ما كلامي انا ما اجبت حاجة من عندي اسمعوا الكلام ده كويس الان تريشوا اسوأ ايام هالحالكات لا مدات لأهل السودان ولا امن ولا امان لأهل السودان الا بقيادة المشروع الاسلامي لهذا البلد الحديد اعوذ بالله اعوذ بالله يا جاد توحيف يا ماجر الدين ولا ايمان يبقى الكيزان في الحديقة جوه لا وفيما عديل لا وفيما عديل عكس الظاهرة البسوء عكس الظاهرة البسوء النازل ده روحهم بس حتى لو الشعب اتدمر دمار شامل زي ما قال الكوزة النعمان القبيل